ومن موجبات النجاة يوم القيامة ولسيما عندما تنشب بين الناس الفتن المهلكة التي يحصل فيها انحراف الناس عن جادة الصواب وبعدهم عن الحق والهدى فإن الفتن من أعظم الأمور المهلكة للناس المبعدة لهم عن النجاة يوم القيامة فمن أعظم ما يعين على السلامة من الفتن وتتحقق به النجاة يوم القيامة أمور ثلاثة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر الذي رواه الترمذي في جامعه وغيره قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت يا رسول الله من نجاة قلت يا رسول الله من نجاة قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة ينجو بها المرء ولا سيما عندما تنشب بين الناس الفتن المهلكة فذكر عليه الصلاة والسلام أولا أن يملك المرء عليه لسانه وذلك أن اللسان من أعظم الأمور المهلكة وقد قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقد جاء عنه في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا نجا فحفظ اللسان موجب لنجاة العبد أما إذا كان الإنسان يتكلم ويتكلم ولا يبالي بما يقول فإنه يهلك نفسه فإنه يهلك نفسه وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني في هذا الحديث لزوم البيت والمراد بلزوم البيت عدم التصدر والبروز للفتن وأتيانها والاستشراف لها وإذا لزم المرأ بيته مجانبا موارد الفتن سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات كان ذلك له نجاة والمراد بملازمة البيت أن لا يذهب لأماكن الفتن لكنه يذهب إلى مسجده يصلي يعبد الله ويذهب إلى عمله متقيا الفتن ومصالحه الدنيوية لكنه لا يستشرف لشيء من الفتن بل يكون عنها في بعد وعدم استشراف لها والأمر الثالث البكاء على الخطيئة فإن أخطاء العبد وذنوبه كثيرة فيحتاج إلى أن يبكي على خطيئته وأن يندم على تفريطه وتقصيره في جنب الله تبارك وتعالى والندم هو بوابة التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا شكرا